السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة جديدة في المنتزة بعد التجديد. ده اول ما دخلنا من البوابة اخدنا يمين عشان نروح الباركن. اه التيكت زي ما هو بخمسة وعشرين زي السنتين تيتا اللي فاته. امشار في قبل كده كان بيكام الحقيقة. اه لكن التيكت العربية بقى بخمسين جنيه. انا بحقول لكم التفاصيل عشان الناس اللي فيه طبعا كلام كتير عن المنتزة اليومين دول. اه يعني هحاول اكون منصفة. اه البركن كبير جدا. الناس اللي هتركن في البركن في الاول. وحتمشي على رجلها هتمشي كتير. لو انتو نويين اه تاخدوا في التروح ويعني جوة تعملوا جولة بالعربيات الجولف احوريها لكم دولوقتي. اه ممكن تركنوا جنب العربيات الجولف. لو دخلين بعربية هتسيبوها برا او هتنزلوا على البوابة اول ما هتدخلوا هتلاقوا فيه باركن للعربيات الجولف. الفارد بعشرين جنيه. بيعمل الجولة في المنتزهة كلها. احنا هندخل هنا كنا بنسأل هندخل الرجل اللي نحاوله تدخلوا لاخر حاجة. طرح ما انتو عايزين تعودوا في نص الجنين. احنا مكناش عايزين نمشي كتير وكنا عايزين نحاول نعود في نص. طبعا التجديدات بتاعتها رهيبة بتاعت البركن. انا عجبني ان العربيات تبقى ببركن جدا جدا. مع اه ناس كتير هتختلف معي لكن انا عجبني لسبب. اللي معها اطفال صغيرين هيبقى عارف اني كانت مأساة المنتزه انك مهما انت قاعدة في مكان والولاد بيلعبوا بالكورة او بالعربية اه حواليكي او بالعجل كانت مشكلتنا العربيات. العربيات كانت بتمشي وتلف في كل مكان في المنتزه لغاية الكبري جوه. ودي كانت بالنسبة لي انا صعب ان انا اسيب طفل يلعب. الا جوه الجنينة الزرع بس. وما كانوش بيعرفوا يلعبوا بالعجل على الزرع. فكانت دي بالنسبة لي ازمة. لكن الجديد بصراحة ده رائع. ما بتلاقيش غير عربية بس. الناس اللي هي اللي بيدخلوا يتصوروا الفوتو سيشن بس دي اللي في كل فين وفين لو لقيتش واحدة يعني. آآ في تأجير عجل. آآ تأجير العجل الساعة بخمسين جنيه. بقى حلو العجل كله جديد. حلو جدا للناس اللي معهاش عجل او مش عايزة تاخد تقدر تأجر من هناك. آآ بس تأجير العجل في الاول خالص. ده هو تعيبه. ان اللي عايز يأجر عجلة حيطلع بره يأجر. ده باركن رقم تلاتة. اخر حاجة في الباركن ان انتو تركنوا في رقم تلاتة دوات في الاول. علشان كده احنا في نص الجنينة. لو انتو دخلين من غير عربية. الافضل تدخلوا من البوابة اللي على القطر. ده مكان آآ بيمشي في العجل. وعجبني جدا ان هم يعملوا اماكن للعجل اللي ماشي العجل ولدي يمشوا براحتهم من غير ما فيه حاجة. آآ وفيه كمان مكان لماشي الهالة العربية الجولف اللي تمشي جوا. دينيا كلها بنورة وبقت فتحة اربعه عشرين ساعة. فدي ميزة حلوة جدا. انا رحت آآ يعني بعد المغرب يا دوب وصلنا صلينا المغرب. آآ كلها بنورة والولاد بيلعوا براحتهم دي عربيات الجولف حلوة وممتعة بس احنا ما ركبناهاش. آآ يعني اللي جربها الوليد. ده الشارع دوت اللي بتاع بوابة اللي هي اللي في المنتزها اللي عند الاطرة. ميزتها انك بتدخلي منها تخدي مين? تلاقي البحيرات البحيرات الجديدة. البحيرات دي كلها رائعة. حتى لو انت مش اخدى حاجة تعودي عليها. في اماكن للجلوس جلسات كتير جدا. على الجلسات هنا على البحيرة مباشرة. انصحكم لو رايحين تعودوا في الجنينة سواء شاوية او حتعودوا. تعودوا على البحيرات لانها ملطفة جدا للجو. آآ مهما كان الجو في حر على البحيرات الجو افضل بكتير. آآ رتب وحلو بتبقى قاعدة مش حاسة بحره خالص. آآ لما لو حتاخدوا حاجات معاكي طبعا يكون افضل بس فيه برضو جوة آآ بقالة بتبيع آآ حاجات سعرها اغلى طبعا من برا شوية. آآ لو عدد كبير بقى وعيلة كبيرة ممكن تاخدوا حاجات آآ معاكم من برا. آآ هنا في زي جسور كده بين كل بحيرة والتانية وكلها منورة وكلها في مكان لركوب آآ ركوب العجل ما تخافيش نهائيا على الاولاد ودي ميزة انك مش هتعودي في جنينا بعيد آآ في في قلب الزرع والولاد والولاد بيلعبوا بعيد وتبقي خايفة علم العربيات. لا الولاد جنبك وانت قاعدة. فكانوا الولاد مستمتعين وبقوا بيحبوها اكتر من من النادي واكتر من آآ من اي مكان. احنا بنحب نروح متأخر شوية عشان الجو عندنا في اسكندرية صعب جدا. درجة الحرارة بالنهار واصلة الخمسة وتلاتين. البحيرات دي فيها سمك ولما زالت على حد كده بقوله في سمك جوه لاني كان آآ رمينا عيش قعدنا كده النارمي عيش واللي يتجمع عليه. فقالولي ان هم وهم بيعملوا البحيرات دي ودخلوا المية. فدخل زريعة سمك معيها. السمك دوت بدأ يكبر. كل فترة والتانية بينظفوها ويشلوها. لكن في شوفت حد بيستعد ممكن يجي في الفيديو. كان قعد كده في الجنب بيستعد من البحيرة دي. آآ منورة كلها آآ امان آآ في كل مكان. في فرض امن قعد. حتى في الاماكن الخلفية اللي دي بقى بعيد شوية ناحية الصور او كده. في فرض امن قعد. فآآ امان جدا حتى لو بنات بيتمشوا ولا حاجة. الدنيا امان. طبعا هنا بقى ما صدقوا. انا جوزي بقالوا سنين مركبش عجل. فدي كان فرصة يعني. آآ مكان مفتوح زي ما انتم شايفين. حلو جدا اماكن ركوب العجل. كل الاماكن بقى تلاقي ما ركوب عجل او جول. ما بقاش حتى فيه اماكن آآ للسيارات زي زمان قوي. كلها بقت كده. ويبقى في الجديد هيعملوا سوق آآ جوة مول مولات آآ جوة. بس هيكون هما مسامينها سوق. حتى لو بالانجلش اسمها سوق. آآ فت برضو دي ميزة جديدة. اتمنى الجولة دي تكون عجبتكم واستفدتوا بمعلومات فيها ممتعة جدا في الحر ده. افضل مكان تقدروا تروح تقضوا في آآ يوم هي فتحة باقي للصبح. لما شاء الله يعني. فاللي يروح يحاول يروح من بعد آآ ستة سبعة عشان الجو عندنا حر جدا جدا. ان شاء الله اشوفكم في جولة جديدة. ولو عجبكم تحطوا لايك وكممنت آآ وياشتراك بالقناة. والشكرا لكم.